السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من زياركم الرجالة هل عملين ايه فيديو جديد لان انا هتوقعنا فترة ما هتقابلناش كتير النهاردة هنتكلم عن الهرمون بس مش هنتكلم عن اخده ازاي او اضراء يعني ايه النوع اللي انا اخده او ايه اللي هيناسبني لا انا عمل فيديوهات على موضوع الهرمون دول لو حد حبب ان هو يرجع لها بس ديه للعلم يعني انا عملها للعلم مش عشان اتجربها جميل طيب بصوا والله انا مش مجاهد اي حاجة خالص انا قلت اللي انا اطلع اتكلم معاكم كده كلمتين بسبب اللي انا يعني ملاحظ بطريقة عمية جدا بطريقة كترت جدا في الجماعات موضوع اخد الهرمون بالنسبة كمان للعيبة تحت ال 20 سنة يعني من 16 سنة فما غاية 21 بقى ياخد الهرمون بطريقة غريبة انا اعرف كمان ناس بتاخد انسولين جميل انا كل اللي انا هشرحه لك طبعا شرح من بسط خالص اللي انا مش دكتور انا هشرح لك بس بطريقة بسطة جدا بسطة جدا الهرمون ده انت بدخله عمل في جسمك ايه؟ تأثير الهرمون على اللاعب بس ده اللي انا هكلمك فيه جميل؟ عايز تكمل معي الفيديو اهلا وسهلا مش عايز براحتك انت حر بس اللي انا عايز اقول لك كمان قبل ما انفدي معاك كلام ان فيه لعيبة كثير وصلت لمراكز متقدمة من غير الهرمون بين مكملات الغذائية وبالتخزائية ولم افكرت ان هي تاخد الهرمون غير بعد كروت الاحتراف ولعيبة كثير اوه بدون زب منا ونحن نقول اثامي فانت ما تستعجل على موضوع انك تاخد الهرمون دلوقتي الهرمون انا خلاص دخلت في دماغي او حد يكلمني او حد دخل في دماغي اللي انا ااخد الهرمون جميل؟ دلوقتي انت دخلت الهرمون جوه الجسم حب؟ هيبتدي يعمل الهرمون اول حاجة يعملها الهرمون انه بيوقف انتاج الاستسترون او الهرمون الطبيعي الهرمون الذكور جوه الجسم يعني الانتاج لماغذة الخصيطين اتوقف بقى يعتمد على اللي داخله من بره اللي داخل من بره طبعا بكمية الله اعلم اذا كنت انت واخدها صح او لا دخلت بالكمية دخلت ناحية الخلال العضلية فعملت لك البامب اللي انت شايفه طبعا هرمون من غير تغذية يبقى اكد انك يا بو زيت ما غزيت من الباب العلمي بالشيء هرمون لازم تغذية كويس لازم نظام تدريب كويس لازم مدرب محترب مدرب فاهم مش مجرد واحد واقف في جمع ان احنا بنشوفها كثيرا بالزاد في موضوع الهرمون ده هرجع تاني وتقول لي انا لما هاخد الهرمون في حاجات بقى اتنشط الموضوع تاني وترجعني طبيعي تاني بصلا حبيبي لو واحد في المليون انك ممكن ما ترجعش تاني لازم تحط النسبة دي واحد في المليون ممكن ما ترجعش تاني تبقى زيك زي امك يبقى خليك قاعد جنبها اوه اتعلم المسح والطبخ والكلام ده توقع جنبها مع احترام طبعا الناس اللي تعمل كده هم رجالة برده انما انت الهم بقى اقلب خلاص كده من انواع الهرمونات اللي تعمل الموضوع ده تعمل قصف جبهة لانتاج تستسترون الهرمون في الجسم المنت في حاجة تانية انعازة اتفاهمك لها ابعد عن الهرمون في حاجة تانية صورة انعازة اتفاهمك 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 الهرمون اندروجينيك وانابوليك انابوليك البناء الجثماني تأثيرها على البناء الجسدية الهرمون اندروجينيك الذكور هي مربط الفرس الذكور اتفاهمك 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 اندروجينيك اندروجينيك في الارض زائد وضيف الكبد اتفاهمك انت لازم تقيس الانابوليك والاندروجينيك اتفاهمك 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 الجسم الطبيعي زائد وضيف الكبد لو نزلت من 10 إلى 10 لو تنططت وعملت ارد مش هترجع عشرة على عشرة هترجع تسعة ونص من عشرة تسعة من عشرة استحالة هترجعها عشرة من عشرة الا اماد امور تانية الله اعلم بها او بمعنى صح انت ماشي ازاي دخولك الهرموني يبقى انت لازم تعرف ان الهرمون انت هتدخله هيوقف التستسترون الطبيعي في الجسم او انتاج الهرمون الطبيعي في الجسم ثاني حاجة ان هو هيقلل وظائف الكبد جميل ثالث حاجة لازم تعرف انك وانت مدخل الهرمون لازم يبقى فيه ماشي معايا حاجة تحمي الانتاج الطبيعي بتاعك زائد متدخل حاجة تانية معاه لوظائف الكبد يا جماعة لعبة الهرمون ليس لعبة عادية فيه ناس اتقذت كثير وفيه ناس ماتت والله العظيم فيه ناس عرفها ماتت ليس من الهرمون الهرمون لا يموت عشان يكون على العلم على الناس لا يموت بس يموتك وانت حي وانت حي كده قدامنا ميت اولا لامة زي ما قلت لك كده بيمنع تماما انتاج السسترون لامة وظائف الكبد عندك بتبقى زائد طيما اللي بيموت الانسولين اللي احنا شايفينه كثير الايام دي مع الشباب والعادة الصغيرة لامة مدارات البول اللي بيجي نشف اللي بيجي عملية التنشيف قبل البطولات يا جماعة خلي بالكم ان عملات التنشيف ليس اي حاجة يقولك عليها المدرب هم واخدها وامبلبعها المدرب ده مش دكتور المدرب ده جرب على واحد واثنين وثلاثة واربعة وعشرين و الفين و الف و مليون الانسولين وصلت للمرحلة اللي انت شايفها ممكن واحد في المية شوف انا بقولك اي اقل نسبة شعرفها واحد في المية بنسبة واحد في المية تموت او يجرى لك حاجة من اللي انا قلت عليها خلي بالكم يا جماعة وبلاش تهور من موضوع الهرمون ده لاما تاخده مع واحد بيفهم ويا سلام لو كان دكتور ده يبقى احسن وفيه حاجات كتير محفزة للتست غير الهرمونات اكيد كل حاجة غلط اللي بتخش بس اقل ضرر خلي بالكم من نفسك يا رجالة وارب تكونوا استفادتم من الفيديو شكرا لكم